تعد الأدوية المخشوشة أو الغش الدوائي أحد أخطر القضايا التي تواجه القطاع الصحي في العالم فوفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية تمثل الأدوية المخشوشة ما بين 10 إلى 30% من الأدوية الموجودة حول العالم وتشير ذات الإحصائيات إلى أن غش الأدوية لا يقتصر على أدوية بعينها بل يمتد إلى كافة أنواع الأدوية الغالي الثمن منها مثل أدوية السرطان والأدوية الرقيصة كمسكنات الألم وقد حذرت وزارة الصحة في أوقات سابقة من عدد من الأدوية التي تم غشها ويتم تداولها بالأسواق مؤكدة أنها تواصل البحث عن مرتكب هذه الجريمة ولفت كثيرون أن هذه الأدوية تمثل خطراً شديداً على صحة المجتمع المصري خاصة مع توغل مفيا الدواء واستغلالها للكثير من أوجه التقصير الرقابي داخل وزارة الصحة وتحاول الدولة التصدي لهذه المشكلة من خلال تحويل قضايا الغش والتهريب الدوائي إلى محاكم أمن الدولة طوارئ لضمان سرعة وشدة العقاب وتحقيق الرادع ضد جرائم الغش الدوائي والتي تمثل إضراراً شديداً بالأمن الصحي والقومي كما تحرم هذه الظاهرة المريض من أغذ حقه في العلاج السليم والطبيعي لأنها أدوية غير معروف مكوناتها وبها شوائب ولها تأثيرات ضر على أجهزة الجسم ونلفت مجدداً أنظار وزارة الصحة إلى هذه القضية فغش الدواء سيصب في تردي أوضاع المصريين الصحية ورغم أنها أزمة كبيرة جداً الغش في الدواء لكن أحياناً إحنا بنكون متسببين لأن بنتأثر بالإعلانات دي وبنستجيب وبننصاق وبنجري وراها وبنطلب وبنشتري فإحنا بنساعد على الرواج وعلى الغش إحنا لازم نكون حذرين جداً واخدين بالنا كويس جداً من صحتنا إيه الأصناف اللي إحنا بنشتريها؟ بنشتريها من مين؟ هل فعلاً نصرح بيها من وزارة الصحة ولا لأ؟ دكتور برحب حضرتك مرة تانية دكتور برضو كنت عايزة الحرك سؤال كان لها تجربة كده حد شركة تصلت ولو عايز أي أدوية نجيبها لك بخصم 20 فنو فأنا كنت حاببة أخذ التجربة فقلت له طبعاً عايز كذا وكذا وكذا حاجات قلت أشوفها يعني هيباب من شكل العبوة إذا كان دي مضروبة فأجابها لي وفعلاً عبوات زي الفل ونفقاش أي مشكلة بس فيه خصم 20 فنو فهل ده دي برضو حاجات فيها ناصب ولا دي إيه؟ طب أقول لها حضرتك إحنا دلوقتي القانون مزارة ما السيدالية بيقول إن المنفذ الوحيد للتعامل الجمهور مع مركز مقدم خدمة صحية السيداليات أي دوى تاني بيأخذ خارج جطار السيدالية دوى مشكوك فيه مش في غشه فقط قد يكون مشكوك فيه صحة مصدر الأموال الخاصة بالمركز ده بمعنى إيه؟ على الخصم الدوى معروف سابت خصم الدوى معروف وسابت لما تلقى دوى مستورد خصمه أصلا بيجي من الشركة 12% 12% للصيدالية وتلقى حد يتصل بيه ويقول لك هدرج بخصم 20% يبقى لموضوع قصة غسيل أموال ما فيش أي إذا وجبنا أنجلستورت الخد جايزة نوبل فلسطة في خلفينه 15 ويقول لي حلل لي الرجل ده أو الشركة اللي بتعمل إعلان على خصم 20% دوى مستوردة زي بتكسب؟ لا ده بيغسل أموال معلش فيه نس ممكن البعض مش هقول لكل مش هيفرق معه ده غسيل أموال ده نفسه أنا لي أخد الدوى بسعر كويس لا أقول لحضرتك نجي بقى الحتة تانية هو بيبدأ يكتسب ثقة العميل والمريض يبدأ بيعمل حضرك بتأول مرة ده شكله كويس هو زي الفل فيه سيادلة ممكن يعرفوش ده المخشوش ده مش هكي لعبوهم بره اللي بيغش بيبقى كل شوية بيتقدم مع الحاجات الجديدة في التكنيك الغش والطباعة يقدر يطبع لعبوه زيها بالظبط والشيء الوحيد اللي قادر يفرق بنده دي هو التتبع الدوائي والغد احنا في مصر يعني اتقارات وزرية طلعت به بس لم يفعل حتى الآن اللي هو تضغط على النمبر فيه في حكس ما كيو آر موجودة زي الموجود في بعض المنتجات يقرأ يترجم اللي هو مجربة بتحطه قدام كاميرا بيقرأها ده طبعا المرضي المصري احنا لغد الوقت دخلناه طلع به قرار بس لم يفعل حتى زي اللحظة يبدأ بقى يجيب بقى دوية فاندي منهم بقى هو بيقول انها تركي هو بقول انها تركي احنا بقولون ان تركيا برضو عندها تأمين صح فان كميات اللي دولة جاي من بره دي مستحيل فبرضو بتاحت بيري السلم بتتضرب بيعملك نفس الاباون بره ونفس الشكل لكن هل هي بتحتوى على نفس المادة الأصلية بتاعت الشركة اللا هو بيبدأ يكتسب ثقتك في الابا بقى كده يبدأ يعمل بقى ودي المشاكل بتحصل على فكرة قلت بلكده هنا وفي كذا ميديا ان فيه أدوية تأثيرها على المريض ما بيظهرش النهاردة زي دو الضغط والدهون مريض بياخد دواء دهون ثلاثية هل بيظهر تأثيره النهاردة دواء مخشوش بيظهر تأثيره النهاردة وبكرة لا بيظهر تأثيره بعد سنة واثنين على البال ما يعمل معاه مشكلة كبيرة او دواء ضغط لكن لو دواء مسكن حضرك عندك ايدك واجعك خد الدواء مسكن يجب نتيجة بعد ساعة وصاحتين بدل قلم يخف يجبش لكن دواء السكر او دواء الدهون وده الأمراض اللي ما بتشافش كده بالعين بيظهر تأثيرها السلبي على مدى بعيد يبدأ المريض اللي هو حاول يوفر 20 أو 30 جنيه يدفع تام الكلام ده ألاف العضعاف او العكس يا دكتور يعني ممكن يبقى حد بياخد دواء وعنده مرض صعب جدا ان الدواء العادي اللي كاتبهه للدكتوري جيب تأثير فوري فأنا حسيت بتحسن يبقى ده اللي كويس واستمر بي وكاتبهولي الدكتور اللي هو مفروض أمشي بيشهور أو حاجة مش عايز والجأ للمشهور إذا حارك بتنصحنا أنا عايز أشتري دواء أشتري مسايدلية بس طبعا مع التكنولوجيا اللي حصلة اليومين دول يعني وارد جدا ان موضوع الابليكيشن ان أنا بأدخل وأختار الدواء ده لازم هيبقى موجود غصبا يعني تكنولوجيا دايما هي اللي في الآخر ديها قوية وبتفرد نفسها في الآخر بص على حالك احنا يعني بنقول احنا خلينا دلوقتي نقول ان احنا عندنا الحمد لله في 25.08.2019 صدق على القرار القانون هاية الدواء المصري وده هنسحب كل اختصاصات وزير الصحة هتنسحب على رئيس هالدواء اللي خلاص صدر بها القانون يعني والمفروض خلال كام شهر يعني كل اختصاصات الوزير هتروح هناك فبقى فيه تخصصات وعند الجان مختصة خاصة بالموضوع دا حتت بقى التتبع الدوائي هتبقى مهمة جدا 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 بس دي محتاجة شبكة عن كابوتية من الانترنت عشان نقدر نواء يعني حلاب وشلاتين لازم يبقى موجود فيها عشان تقدر الشبكة تبقى كاملة ما ينفعش تعمل تتبع دواء في منطقة ومنطقة دا لازم يبقى عن مصطة الجمهورية متغطة تتبع دوائي للموت النفس حتى لو انا دواء اللي بشتري ادرع عمال دا طبعا يا فان ايبقى عندك قد الكيشة موجود تمرر على العلبة الدواء بتعرف اذا كان دواء دا مخشورة لكن دلوقت المتاحية يا فان دا مدامي ارجع لأقرب حد الثقة الصيدلية طبعا طبعا انا عايز بس نبقى على نقطة طب في الصيدالة بيعمل خاص واحد يقول لك دا بيبقى قريب من الجمهور ويبيراعي ظروف قصدية بتاعت الجمهور ايه انا ضد الكلام دا الناس ممكن تزعل مني لكن انا لو صيدالي عايز يراعي الجمهور عايز يراعي حالة اقصدية شوف حضرتك كامصر حواليك غير قادر واددي له الدواء من غير فلوس مدهمة قابلة